ازايكم يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا النهاردة مش جاي هزر انا النهاردة جاي عن تجربة بجد حلوة جدا وانا شخصيا جربتها وعجبتني جدا جدا لو انت لسه راجع من المصيف وعندك حروق في بشرتك وبشرتك كمان مس مرة جدا تعالي هقولك بقى ايه السر اللي هيخليك تتخلصي من السمار اللي موجودة على بشرتك ده في لمح البصر وكمان بجنيه واحد بس بجد الوصفة دي هتغير لك حياتك ممكن ان انت تستخدميها كمان مش لازم تكوني انت راجع عامل المصيف وبشرتك مس مرة ممكن تستخدميها كمان في اي وقت انت بتكوني مسلا خارجة راح اشغلك الصبح او كده وبشرتك بتسمر بترجعي تعملي المصك اللي انا هقولك عليه ده بجد طحفة ومش هيكلفك حاجة خالص بجد عن تجربة لازم تجربي المصك ده حلو جدا جدا وهيفيد بشرتك جدا وهيخليها فتحة بطريقة مش حايز اقولك يعني فعلا تجربة حلوة جدا انا جربتها ونفسي كل الناس تجربها اول حاجة هتعمليها هتجيبي كده الريفو او الاسبرين هنعو اصحبها واحدة بس منه هتبدأ ان انت تتغطي عليها بالشكل ده عشان تنزل كده متفرفتها معاكي وهي كده جوه الورقة بتاعتها وبعدين هتفضيها في طبق بالشكل ده لو في اي مثلا حتة عندك لسه ما تكسرتش ممكن ان انت تتغطي عليها شوية بالمعلقة اتكسرتوا بقى معاكي اه القرص الريفو بقى زي البودرة بالشكل ده هتبتدي بقى ان انت تكوني في الوقت دوت حتى مية بتغلي على النار او ممكن اه لو مش حبة تحطي مية ممكن ان ان انت تستبدلي المية دي اه بمعلقتين من اللبن السخن انا طبعا حطيت حوالي اه تلات معالق من المية انت ممكن تستبدلي المية دي باللبن السخن او بالحليب للي ما عارفش يعني ايه لبن وهتقلي بيهم كده كويس جدا مع بعض تلات معالق من المية المغلية او من اللبن المغلي على قرص من الريفو او الاسبرين ثواني هقولك كمان مكون ده بجد حلوة جدا جدا وبشرتك هتستفاد منه بطريقة جبارة فعلا انا معرفش المكون ده كان غايب عني فيل وازاي انا ما استخدمتوش الفترة اللي فاتت دي كل هي معلقة من بزور الشياء معلقة من بزور الشياء يا بنات بزور الشياء حلوة جدا جدا للبشرة وانا استخدمتها وصراحة يعني اندمتي في الفترة اللي انا ما استخدمتش بزور الشياء فيها انا ما كنتش عارف اني بزور الشياء حلوة جدا كده للبشرة بتمنع تقدم البشرة في العمر وبتمنع التجعيد وكمان بتفتحها وبتخليها على طول مشدودة وعلى طول لونها فاتح جدا من غير طبعا ما تحطي اي حاجة مضرر بشرتك وده بيبقى شكلها بزور الشياء طبعا بتبقى موجودة عند اي عطار. ده بيبقى شكلها. حلوة جدا ومفيدة جدا للبشرة. بجد هتستفدي من الوصفة دي كويس جدا. طبعا هتسيب المكونين اللي احنا حطناهم دول مع المياه المغلية حوالي كده ساعة بتركنيهم في المطبخ كده. وده بيبقى شكلهم طبعا بعد ما بتركنيهم. طبعا بزور الشاية بتنزل الجيل اللي فيها مفيدة جدا جدا للبشرة بطريقة فضيعة. ده بيبقى شكلها طبعا بعد ما بتسيبيها بتبقى المادة الجيلاتينية اللي فيها كلها نزلت في المياه بالشكل ده. وطبعا او الريفو بيفتح البشرة بطريقة فضيعة. بتبدأ ان انت تحطيها على بشرتك بالشكل ده. وطبعا كل ما بتسيبيها كل ما الجل اللي فيها بتلاقيه تقل اكتر. انا في الوقت ده انا سبتها حوالي نص ساعة عشان كده بقولك سبيها آآ ساعة كاملة علشان هتبص تلاقي البزور نفسها هنشفت كده آآ شوية طبعا ما بتتصفاش هي بتتحط كده زي ما هي ما تصفيهاش آآ انما لما تسيبيها ساعة بيبقى القوام بتاعها اتقل من كده شوية. وبتبدأ ان انت تسيبيها على بشرتك حوالي عشرين دقيقة بتستخدمي المسك ده حوالي تلات مرات في الاسبوع بجد هتلاقي نتيجة آآ خيالية وبشرتك طبعا هترجع ليه طبيعتها في وقت القياسي جدا واحسن من الاول بكتير وطبعا دومي على الوصفة دي بجد طحفة حلوة جدا وهتفيد بشرتك كتير وطبعا اكتبي كده على جوجل وانتي هتشوفي الفوائد بتاعة بزور الشيا للبشرة بجد وصفة طحفة وبتمنى كل الناس تجربها وتستفد منها زي ما انا استفدت جربيها وبجد هتدعي لي ويا ريت ما توقفيش الفيديو عندك عشان كل الناس تستفد بذات في الفترة اللي احنا فيها دي طبعا الجو حر جدا وكلنا محتاجين وصفة زي كده بالذات اليمون دول واشعة الشمس عالية جدا بتمنى ان انتي تكوني استفدتي وتفدي غيرك كمان وفري فلوسك واقع تشتري اي حاجة باسعار عالية وكمان ما بتعملش اي نتيجة بجد الوصفة دي حلوة جدا وانا جربتها وعن تجربة بقول لتجربيها وبجد مش هتأذيكي خالص بالعكس هتنفعك كتير جدا وهتخلي بشرتك صافية زي اللبن الحليب ده شكل بشريتي اهو بعد ما سبت الخلطة عليها مفيش يعني دقيقة انا ما فصلتش الكاميرا وبتمنى لك من كل قلبي ان انتي تجربة الوصفة دي